موسيقى كانوا تخرجوا الطالبات ما كانوا يلاقوا وظائق وما كانوا يقدروا يتدربوا في أي مكان لأن شركة ما كانت تتقبل وجود مرأة سعودية مهندسة عندهم معاملة لكن الحين بالعكس يعني صافي أقبال شديد بحيث أنهم يدوروا أنتوا خريجين جديدين سواء هنا في دبي الدرب البنات أو عندهم السعودية في عدة مناطف سواء العاصمة الرياض أو بجدة أو عدة أماكن أخرى وحتى كثير منهم يشتغلوا خريج أو بردوة فشي جميل جداً يشوف دورة المرأة السعودية هي مجرد في قطص قاعدة بالعكس عندنا فرص كثير بس إبغالنا ندور عليه ونطور بنفسنا ونتبت هذا الشي كما ذكرت فيه ماكين حقاديين اللي هو مهتمين بالتقنية بس نفس الوقت لسه يعني الإكسبرينس كليلة ما فيه ما فرص كثير قاعدين نشوفها بنفس الوقت لسه ما في الإكسبيينس يعني الإكسبيينس حق الطلاب زمق يعني نتوى نحن بادين بالهندسة أو للسيدات فرح لتنطور نفساً أكثر يعني أنا شاركت في إما يتبيني لأربع شان تفيدين أكثر أخذ الإكسبيينس شاركت في عدة بروغرامز بره في بعض بحيث أنه أنا أقدر أستفيد وأتدرب وأطبق هذا الشي فتقريباً أكثر تحدي هو بس مجرد أننا لازم نأخذ الإكسبيينس أكثر عشان نقدم نطبق الشيء اللي إحنا بنتخيله قاعدين نحتاج أن يكون فيه توعية وإحنا فعلاً لازم نحتاج نستخدم التقنية يعني فيه تجي ممادارات كثيرة وإحنا لازم نستخدم التقنية في التعليم بس ما تلاقي تطبيق مثلاً أخوي الصغير بدروس مدرس إنترناشنال في السعودية فكانت بيذار قلو لأخص نستخدم التقنية طوال الوقت حيث أنه يسهل على ما يشير الشنطة أولاً سبعين ثلاثة شهرين بعدين خلاص بطل يستخدمه يرجع الشنطة ويروح ويرجع فحيث بالعكس أنه يستخدم الآيباد التقنية طوال الوقت فليش ما نحن نعمل طريقة معينة نسوي إثرائي المحتوي تعليم سواء المليزا والعربي بحيث نخدم هذا الجيد يعني هو أريد بيمسك الأشياء هذه وموجوده عنده متوفرة لأي أحد بس لازم نتوي يعني توعية يمكن الجهات المسؤولة أنه فعلاً لازم نحز المدى نشتغب هذا الشيء ولكن الشعب صدقين يعني عندهم الرغبة هذا أنه يبدو هذا الشيء وعرفين أهميته